نحن اليوم بصدد قد نقول هذا البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد وكأننا بمثابة نقلة نوعية للمجمع الشريف للفوسفات يبنى على تراكمات البرنامج الاستثماري الذي سبقه ولكن مع ملامح قد نقول واضحة الرفع من قدرات إنتاج الأسميدة وأيضا الاعتماد على الطاقة الصديقة للبيئة عبر حياد كربوني قد يتحقق سنة 2040 ولكن أيضا تشغيل كل المنشآت التابعة للمجمع بطاقة صديقة للبيئة في غضون 2027 الجميل في الأمر أنكم حتى السقف الزمني تحددونه بمعنى أن خطوات العمل واضحة ومدة الإنجاز أيضا أوضح كيف تفسر لنا الركاز الأساسي لهذا البرنامج؟ البرنامج الاستثماري كما أشرتم إليه هو من أهم الميزات دياله وأنه برنامج أخضر يعني يهدف بالطبع إلى تطوير الطاقة الإنتاجية ومواصلة النمو في مجال الأسميدة وذلك بالانتقال من 12 مليون طن سنوية حاليا إلى 20 مليون طن سنويا في 2027 ولكن في نفس الوقت مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل 2040 كما قلتم وهو بذلك ينخارط في إطار الرؤية السديدة لصاحب جلال النصر والله والتي جعلت من المملكة أحد الرواد على الصعيد العالمي في هذا المجال بالإضافة لهذا الكوني برنامج أخضر يهتم بالبيئة فإن هذا البرنامج سيمكن قبل كل شيء من تعزيز استنافسية للفصفات المغربي وذلك بفضل الاعتماد على النجاة الطاقية وعلى الطاقات المتجددة ذات الجودة العالية في بلادنا وكذلك عبر توفير أسميدة خضراء ملائمة للتربة ومساهمة في محاربة الاحتباس الحراري ولكن لتحقيق هذا الالتزام وبالإضافة إلى هذا الاستناد على الطاقات المتجددة اللي هو مهم مضروري يجب أيضا إنتاج أسميدة خضراء لا تعتمد في تصنعها على الغاز الطبيعي الذي يدخل حاليا في إنتاج الأمونياك مثلا وتجب الإشارة هنا إلى أن المجمع الشريف الفصفات هو أكبر مستورد للأمونياك على الصعيد العالمي بجوش مليون طون مستوردة سنويا وبالتالي من بين المكونات الأساسية لهذا البرنامج الجديد الأخضر سنجد إنتاج الأمونياك الأخضر والذي يعتمد في إنتاجها على الطاقات الشمسية والريحية فقط يعني هذه الطاقات تساهم في تفكيك جزئات الماء لإنتاج الهيدروجين الأخضر ما يسمى الهيدروجين الأخضر والذي يدخل في تصنيع الأمونياك وهذا سيمكن في المستقبل من الاستغناء كليا عن استيراد الأمونياك وتعويضه بإنتاج داخلي أخضر لهذه المادة الاستراتيجية بالنسبة للمجمع وهذا بالطبع يدخل في إطار تفعيل توجيهات الملكية للاجتماع 22 أمبر الماضي ترجمة نانسي قنقر